يعني أستاذ يوسف اليوم هيك حأطرح السؤال سريعا نحن بكرة قدام استحقاق كتير كبير اليوم بكرة تحدد جلسة في فرنسا لمصور حاكم مصر في لبنان بحسب المعلومات بطبيعة الحال فأن الحاكم لم يحضر هذه الجلسة ولكن أود الاطلاع منك يعني ما هو المبرر القانوني الذي يقدمه حاكم مصر في لبنان للقاضية الفرنسية أوتبوريزي هل هناك إمكانية لتإخاذ أي إجراء قضائي بحقه ماذا يمكن أن يكون هذا الإجراء ما هي ستكون انعكاساته على الأسواق المالية في لبنان وعلى موقع حاكمية مصر في لبنان وما هو المسار القضائي المرتقب للملف الإدعاء اللبناني بعد يومين أمام قاضي التحيك الأول في بيروت شربل أبو سمرة صباح الخير يعني واضح صار شبه محسوم أنه رياض سلامي لن ينفل غدا أمام القاضي أوتبوريزي ذريعة أنه لم يتبلغ رسميا موعد الجلسة المعلومات تقول بأنه ورقة التبليغ لم تعد بعد إلى مكتب قاضي التحقيق شربل أبو سمرة وأنه تعذر على القاضي أبو سمرة تبليغه وفق الأطر القانونية وهذا يحمل كثير من الأسئلة وعلمات الاستفهام أنه كيف القاضي أبو سمرة قدر يبلغ رياض سلامي بجلسة 18 التي هي محدد يوم الخميس يعني بعد يومين من جلسة فرنسا وكيف عجز أنه يعني يبلغوا جلسة فرنسا هذا يدل على أن هناك إخراج قانوني إذا فلتك لمنع رياض سلامي من المثول أمام القاضي فرنسي أو تغطي لغيابه عن المثول أمام القاضي أوتبوريزي نهار الثلاثة وكل اللي بيعرف اليوم أنه مسألة متول رياض سلامي بفرنسا هي مسألة مسألة مصيرية ليس له فقط بل لكل الذين المعنيين اليوم بالملفات المالية اللي رياض سلامي جزء منها ولكن بطال المنظوم السياسي بشكل أوسع ما في شكل أنظار يعني غدا سيعلن عدم المثول لرياض سلامي لكأنظار تتجه إلى جلسة الخميس المقررة قدام القاضي شرب الأبو سمرة بمخص الإدعاء اللبناني على رياض سلامي ورجا سلامي ومريان لحوي واضح أيضا أن المحامين هن اللي رحيمته وليس رياض سلامي لأنهم سيتبلغوا مصير الدفوع الشكلية اللي قدموها وهل يقبل القاضي شرب الأبو سمرة أم يرفضها لأن أي قرار من هذا المسألة يرتب إجراءات سيقوم بها المحامين لجهة استئناف هذه الدفوع أو عدم استئنافها وبالتالي أعتقد أن جلسة الخميس أيضا لن تشهد أي استجواب لرياض سلامي ولن يمثل رياض سلامي لكن بالمعنى القانوني هو مبلغ هذه الجلسة وسيحضر المحامون الموكلون بالدفاع عنه نعم يعني بطبيعة الحال هل يمكن تأجيل جلسة الغد في فرنسا إلى أواخر الشهر الماضي وهل لديك أي معطيات حول ما إذا كان سيصدر فيه خلال اليومين المقبلين القرار القضائي الفرنسي برفع الحجز عن أملك حاكم مصر في فرنسا إلى رياض سلامي لأنه كان تقدم بطلب وكان بحسب المعلومات أنه خلال بين 16 و 20 أيار كمان يصدر قرار بهذا الإطار؟ بتأديري أنه الأمر مرهوم بما تقوم به أو بالإجراء الذي ستقدم عليه القاضي أود بوريزي واضح هي لديها توجه نحو التشدد بما خاص الدعوة المقامة أمامها ضد رياض سلامي واضح تقول المعلومات بأنها لن تتجه إلى إبلاغه مجددا لأنها تعتبر أن رياض سلامي هو ممتنع عن المثول أمامها ونحن نعرف حضرتك أنت تتابع ريف أنه أود بوريزي بلغت رياض سلامي عندما كان يمثل أمامها في بيروت بضرورة المثول أمامها ب 16 شهر كان الجواب من القاضي شرب الأبو سمراء أنه مكتب ليس مكانا لتبليغ رياض سلامي ولكن نسأل أيضا أنه كيف عندما امتنع رجال سلامي عن المثول أمام أود بوريزي بحجة أنه يعاني من عارض صحي كيف جرى إبلاغه مجددا من قبل مكتب القاضي شرب الأبو سمراء وبنفس القاضي كيف سمح بالتبليغ هنا وتعدى التبليغ هنا قد تعتبر القاضي أود بوريزي أن رياض سلامي متخلف عن المثول أمامها أو ممتنع عن المثول أمامها وهذا ربما يدفع إلى اتخاذ إجراءات بما خاصة موضوع رفع الحجر عن ممتلكات رياض سلامي أنا أستبعد أن تذهب إلى هذا المنحة خصوصا أنه سلامي لم يمثل أمامها ولم يمكن التفاع عن نفسه بما خاصة الشبهات التي تحوم حوله أو الاتهامات التي قد تساقلته وبالتالي أنا أعتقد أنه عدم مثوله غدا في فرنسا سيصعب المسألة القانونية المتعلقة بملفه العالق أمام القضاء الفرنسي